في مطبخه بأحد الفنادق المرموقة في الجزائر العاصمة يشتهد الطباخ الجزائري ربح أراد في إعداد طبق الكسكس الشهي مهارة يقول إنه اكتسبها من خلال مراقباته لوالدته وشقيقته حتى أصبح لأراد طريقته أيضا يوجد العديد من أنواع الكسكس في الجزائر وكل منطقة لها طريقتها في أعداده كما لكل مناسبة نوع خاص بها الكسكس طبق ليس الأكثر حضورا على موائد الجزائريين فقط فهو الطبق الأول في كل الدول المغاربية أعتقد أن للجزائر خصوصيتها في عداد الكسكس وللمغرب تونس خصوصيتهما أيضا والحقيقة أن الكسكس هو طبق مغاربي لنا جميعا بطريقة مشابهة يقوم الطباخ التونسي الطيب بوهدرة بإعداد طبق الكسكس إنه طبق أمازيغي الأصل ولطالما كان الأمازيغ أول من وجد في منطقة المغرب العربي وتحديدا تونس والمغرب والجزائر وليبيا هذا الطبق لم يعد حكرا على بلدان المنطقة فحسب بل أصبح طبقا عالميا بامتياز ومع شهرته هذه من المتوقع أن يكتسب هذا الطبق شهرة عالمية أوسع بالنظر إلى خطوة منظمة اليونسكو بتسجيله ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي إثر تقديم ملف مشترك من أربع دول مغاربية هي الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وقد سبق هذه الخطوة توجه الكثير من المطاعم والفنادق إلى إضافة الكسكس إلى قوائم الطعام الشهيرة منذ عدة عقود اشتركوا في القناة